أدان مفتي فلسطين الشيخ محمد أحسان نية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى قدس معتبرا ذلك اعتداء على المسلمين وفي خطبته التي ألقاها في المسجد الأقصى قال الشيخ أن الوعد بنقل السفارة من قبل الرئيس المنتخب ليس اعتداء على الفلسطينيين فقط بل على العرب والمسلمين ولن يسكت المسلمون والعرب وهم يرون العدوان يتحقق خلال نقل السفارة إلى القدس المحتلة مشيرا إلى أن نقل السفارة يخالف المواثيق الأعراف الدولية ومجلس الأمن الذين يعترفون بأن مدينة القدس المحتلة